اشتركوا في القناة كان القانون الكيرفتر كان الكي يساوي طول المشتقة الاولى لليونت تانجينت فيكتر مقسوما على طول المشتقة الاولى لالبوزشن فيكتر وهذا قانون القانون الثاني اشتقينا من القانون الاول وهو الكيرفتر باستخدام المشتقة الاولى والمشتقة الثانية لالبوزشن فيكتر واللي يساوي طول المشتقة الاولى لالبوزشن فيكتر مقسوما على طول المشتقة الاولى لالبوزشن فيكتر تكعيب هذا في المحاضرة السابقة وكان الكيرفتر بالنسبة للمتغير في هذه المحاضرة اخذ الوثانية لأخذ الوثانية قانون نظر الوثانية الطعام من كل الكيرفتر مع الوثانية y هو y ف وي يخش x ك الوثاني بمفسد ويخص ويخص ر لل يساوي x i زاد ف يخص في هذه المحاضرة وهذا الكيس دالة y تساوي دالة لx بدل ما نأخذ الكيرباتر الوقت للمتغير كان في السابق نأخذ الكيرباتر في هذا الكيس نأخذ الكيرباتر للمتغير x سيكون عندي y هي دالة لx y هي function of x ستكتب الدالة فالpositive vector يكتب بالصيغة التالية rx كان في السابق في هذا الحالة نأخذ الكيرباتر rx هي عبارة عن xi زائدا هنا عندي yj بدل ال y راح نخلي f x j لحساب الكيرباتر يحتاج مني أنه أشتق المشتقة الأولى للpositive vector فراح أخذ r' أو r' للمشتقة الأولى للpositive vector فراح يكون عندي نانة أشتق الدالة بالنسبة إلى x فراح يكون عندي نانة x i مشتقتها واحد يعني واحد i زائدا الدالة عدي اللي هي f of x j راح تكون هي f dash x j يعني اشتقيت ال x بالنسبة إلى x اللي هي واحد واشتقيت function f of x اشتقيتها بالنسبة إلى x اللي هي f dash x المشتقة الأولى لل x مضربة في j هذا المشتقة الأولى أجي أشتق المشتقة أولى مشتقة أخرى فراح يشتق المشتقة هذه إلى مشتقة ثانية فراح أشتق r' أو r' x فراح يكون المشتقة الثانية للpositive vector هي تكون بالنسبة إلى i المشتقة الثابت هي 0 فما راح تكتب ومشتقة f of x f dash x مشتقتها f x f f x f f x ونرفق j فعندي أنا وجدت المشتقة الأولى والمشتقة الثانية بما أنه i cross j يساوي أن k من خواص cross product ومشتقة ومشتقة i cross j يساوي أن k و أي vector cross نفس vector ومشتقة ومشتقة 0 j cross j يساوي إلى 0 it's fellows that r r x cross r x x cross x r x 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 و مع الجي راح تصير عندي عندي كي فعندي هنا اي ينضرب مع الف اف اكس ف دبل برايم اكس يكون عندي هنا الواحد مع الاف دبل برايم اكس ينزل اف دبل برايم اكس و عندي ال اي كروس جي مثل ما عدنا بالبروبرتيز دي الكروس بروديكت الاي كروس جي تظهر عندي الكي فهنا انا كي تكون مع الاف دبل برايم اكس يظهر عندي الكي بعدها راح نضرب الاف داش اكس جي مع الاف دبل برايم اكس جي بما انه جي مع جي ساوي زيره راح يصفر هذا المقدار فيبقى عندي فقط اف دبل برايم اكس بالنسبة الى الكي اكس بعد ما اخذنا حاصل ضرب المقد الاتجاه للار داش الالكس مع الار دبل داش الالكس ناخذ طول هذا الار داش مع الار دبل داش واللي راح يساوي لي طول الاف دبل برايم اكس ناخذ ناخذ طول المشتقة الاولى طول المشتقة الاولى للبوزجن الفكتر المشتقة الاولى فهي هاية اللي هي اي زاعدا اف داش اكس جي فناخذ طولها ورح يساوي لي تحت الجدر التربيعي الCorresponding Component للآية تربيع زاعدا الCorresponding Component للجي تربيع فرح يكون عندي واحد تربيعي يبقى واحد زاعدا f of x f prime x تربيع لذلك التربيعي يقول ان راح يكون عندي الCorvature بالنسبة الى القانون المالتي اللي هو طول الار داش للأكس كروس على طول الار داش للأكس تكعيب فرح يكون عندي الطول الار داش على طول الار داش تكعيب ورح يساوي ان المقدار هذا هو عبارة عن طول المشتقة الثانية بالنسبة للأكس وبالمقام هو طول المشتقة الاولى للأكس تكعيب فعدي المشتقة الاولى هي تحت الجدر التربيعي واحد زاعدا المشتقة الاولى للأكس تربيع فرح يكون عندي هنا واحد زاعدا اف اوف اكس اف برايم اكس تربيع ثلاثة فصار عندي ثلاثة على اثنين هذا الكيرفتور اذا كان عندي دالة هي دالة للأكس فاذا كانت عندي دالة للأكس اجي استخدم هذا القانون واللي هو طول المشتقة الثانية للأكس على واحد زاعدا المشتقة الاولى للأكس تربيع كل أس تقوص للمستويات وحسب نصف قطرة التقوص للمستوي أو المنحنيات سيكون الوصف 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 يعني راح أكون is the tangent to the curve at P had the same tangent line the curve has يعني راح أكون هوا تكون حسب الفقر اللي أمامنا راح أكون عنده هنا radius of the curvature وهذه السيركل من الكيرفاتر وعندي هذا الكيرف اللي هو عبارة عن مسار للجسيم يسير او يميل بهذا المسار فعندي نقطة معينة اللي هي نقطة P راح يكون عندي يكون عندي التانجنت 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 باتجاه حركة الجسيم النورمال باتجاه مركز التقوس التقوس هو عبارة عن دائرة وهذه دائرة السيركل هذه الدائرة اللي أمامكم تحتوي على مركز واللي هو مركز التقوس هذا اللي هو center of كيرفاتر والنورمال راح يكون هو باتجاه الراديوس of the كيرفاتر راح يكون باتجاه الراديوس of the كيرفاتر فرح يكون التانجنت هذي اللي هو تانجنت هو عبارة عن التانجنت الكيرف والتانجنت أيضاً للكيرفاتر اللي يحصل أو لدائرة الكيرفاتر دائرة التقوس تحتوي has the same كيرفاتر the curve has at p تحتوي على نفس على نفس التقوس اللي يحصل بالكيرف الكيرفاتر يحتوي على نفس التقوس اللي يحصل بالكير وتحتوي has center that lies toward the concave on inner side of the curve يعني قلنا انه center للكيرفاتر هو نفسه يكون باتجاه باتجاه التقعر اللي يحصل عندي بلكير راح يكون center باتجاه التقعر يعني باتجاه التقوس اللي يحصل عندي بلكيرف هذا فيما يخص كيفية حساب أو كيفية رسم دائرة التقوس بالنسبة إلى كيرف معين أو جسم معين يسير على هذا الملحني كيفية حساب كيفية إيجاد center وكيفية رسم دائرة التقوس وكيف راح يكون الradius of curvature اتجاه يكون باتجاه النورمال ويكون باتجاه حركة الجسيم عند نقطة معينة اللي هي نقطة P اللي هي عبارة عن X Y coordinates the center at the point B lies toward or the inner side of the curve فلي حساب الradius of the curvature فرح يكون الradius of the curvature of the curve at the point P عند النقطة P is the radius of the circle of curvature راح يكون حساب radius of the curvature واللي راح نرمز بالرمز رو هو عبارة عن مقلوب مقلوب الكيرفتر نصف قطر التقوس مقلوب التقوس مقلوب to find row لحساب نصف قطر التقوس the radius of the curvature we find key نجد قيمة التقوس and take the reciprocal ونأخذ المقلوب أو المعكوس reciprocal معناتها مقلوب أو معكوس نأخذ معكوس التقوس إذا كان التقوس كان مثلا كان 2 فالradius يكون نصف 1 على 2 فراح يكون الradius of the curvature هو مقلوب أو معكوس الكيرفتر the center of the curvature of the curve at P is the center of the of the circle of the curvature راح يكون ال center اللي موجود عندي بالكيرفتر عند الكيرف عند أي منحني وعند أي نقطة موجودة بالمنحني فلتكن فيه هي نفس ال center اللي موجود عندي بدائرة التقوس نفس ال center اللي يحصل عندي واللي يكون عندي بدائرة التقوس خاصة بموضوع الكيرفتر وكيفية حساب التقوسات بالمنحنيات فعندنا هذا المثال هنا نجد الكيرفتر نبدأ التقوسات اللي يصير بالخط المستقيم واللي هو التقوس يكون بالخط المستقيم صفر والتقوس اللي يحصل عندي بالدائرة واللي هو راح يساوي لي واحد على نصف قطر الدائرة ها أخذناه في المحاضرة السابقة موجود وشرحنا بالمحاضرة السابقة في هذا المثال يريد مني نجد التقوس التقوس اللي واضح أمامنا التقوس هو عبارة عن A Cos Ti A Sin Tj Btk حيث أن A والB أكبر من صفر والA تربية زاعدة B تربية لا يساوي صفر في خطوات الحل لازم نجد المشتقة الأولى للPostgen Vector ورح يكون عندي المشتقة الأولى للRT هي عبارة عن A Cos T سيكون هنا سالب sin T و sin T سيكون cos T سيكون عبارة عن B سيكون عندي هنا سالب A sin Ti زاعدين A cos T J زاعدين B K هذا وجدنا المشتقة الأولى للPostgen Vector واللي هي Velocity فنأخذ طول Velocity واللي هي طول المشتقة الأولى للPostgen Vector واللي رح يساوي تحت جدد تربيعي Corresponding Component للI تربيع Corresponding Component للJ تربيع Corresponding Component للK تربيع فراح يكون عندي هنا المعاملات تربيع فراح يكون عندي هنا السالب مع السالب يكون موجب تربيع عندي A يكون تربيع والسين راح يتربع فسين تربيع T زاعدا أيضا A تربيع والكوسين تربيع T وزاعدا B مربع راح يكون ب تربيع 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 على طول المشتقة الأولى للPosition فكتور واللي هي تربيع 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 مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة فمجرد ما نشتق تربيع تربيع нолог T راح يكون هنا نالا سالب A cos T بالنسبة للإ و A cos T راح يكون هي المشتقة سالب a سالب T ومشتقة المشتقة الأولى للTangent واللي هي واحد تحت الجذر التربيع تربيع مضروبا بسالب اي كو ساين تي تربيع عفان سالب اي كو ساين تي اي ماينص اي ساين تي جي هذا كله مضروب بمن مضروب بطول مقلوب الطول واحد عليه اللي هي واحد عليه بتاع الجذر التربيعي اي تربيع زالا بتربيع لان بالبسط هي هو طول المشتقة الاولى لالتانج الفكتر وبالمقام هو طول المشتقة الاولى لالبوزيشن فراح يكون عندي بعد الاختصارات يكون عندي اه وتوحيد المقامات يدخل الواحد على اي تربيع زالا بتربيع يدخل بي اه بهذا القوس وراح يكون عندي هنا بالنتيجة هو عبارة عن اي على اي تربيع زالا بتربيع هذا هو الكيرفاتر اللي يحصل عندي بي اه بالدالة اللي هو اللي هي الهيليكس الدالة اللي امامنا اللي هي اي كوساين تي اي زالا اي ساين تي جي زالا بي تي كي هذا فيما يخص الكيرفاتر بهذا المثال تestroح Anderson 0 يقوم بالأي تربيع قلب العبار الأنصم من المجل Dans الموجل المجل الموجل 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 أجد كيفية إيجاد التوستد كيوبك كيفية إيجاد التوستد كيوبك أجد كيوبك أجد كيفية إيجاد التوستد كيوبك أجد كيفية إيجاد التوستد كيفية ، قرم أن تكفي الإطار الأوليان ففي البداية لازم نشتقح اللي امامنا نشتقه مشتقة اولى فرح يكون عندي المشتقة الاولى للبوزيشن هو التي مشتقتها واحد تي تربية مشتقتها تين تيم و تكلية مشتقتها ثلاثة تي تربية هذاlighي المشتقه الاولى المشتقة الثاني احتاجها واللي هي مشتقة الصفر مشتقة الواحد مشتقة الثابت هي صفر ومشتقة اثنين تي هي تي ومشتقة الثلاثة تي تربيع هي ستة تي فعندي وجدت المشتقة الاولى وحصلت على المشتقة الثانية واحتاج ايضا اخذ طول المشتقة الاولى واللي هي تحت الجدر التربيعي واحد تربيع زائدا اثنين تي اربع حصل اربع تربية إذا لنا ثلاثة تربية ربع حصل تسعة تي أس أربعة فلحساب الكيرفيتر بالبسط يوجد آر داش للتي كروس آر دابل داش للتي فلازم نضرب الار داش للتي كروس آر دابل داش للتي عندي حاصل ضرب ملاحظة الملتقى ملاحظة الملتقى و المشتق الثانية هي عبارة عن صفر بالآي و اثنيا بالجي و ستة بالكي لحساب هذا الفكتر عندي لحساب الآي لازم الغصف والعمود ووجد قيمة المصفوفة الثنائية فراح يكون عندي بالنتيجة هو عبارة عن ستة تي تربيع آي ماينس ستة تي جي زائدين اثنين كي هذا هو الفكتر اللي وجدنا من حاصل ضرب الاتجاهي بين المشتقة الأولى والمشتقة الثانية نأخذ طول هذا الفكتر وراح يكون طول آر داش تي كروس آر دابل داش تي فنأخذ الطول فنأخذ الجدر التربيعي اللي الكورس بوندين كوبنات للأي تربيع الكورس بوندين كوبنات للجي تربيع المشتركة المشتركة تسعة تي تربيع زائد واحد هذا بالنسبة الى طول المشتقة الاولى كروس المشتقة ثاني اللي موجود عندي بالكير فيشر بيئة البسط وعندي انا بالمقام هو طول المشتقة الاولى ولكن تكعيب فراح اكعب هذا هذا الحد او هذا الجذر راح ااخذ لتكعيب فراح يكون الكيرفجر هو عبارة عن طول المشتقة الاولى بدي كروس المشتقة الثاني اللي بدي على طول المشتقة الاولى لالبوزن البكتر تكعيب فراح مجرد ما انزل طول المشتقة الاولى كروس المشتقة الثاني عند نقطة الاصل عند نقطة الاصل عند نقطة الاصل عند نقطة الاصل عند تي equiv 0 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة